موسيقى يا مساء الخير أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة كل التحية لكل اللي بيتابعونا في بداية حلقة النهاردة والحقيقة يعني أنا آسف أن أنا هبدأ كده بس الحقيقة يمكن ده بقى أصبح واقع إحنا بنيشه كل يوم يعني لو أحد بتصحى بس من النوم الصبح كده عشان تبتدي يومك فتبتدي تسأل هو إيه الأزمة النهاردة أنا أعتقد أنه إحنا بقالنا كتير قوي عايشين في أزمات وراء أزمات وراء أزمات مشكلات وراء مشكلات وراء مشكلات ما بنتكلمش وبنشغلش شبالنا غير بفكرة المشاكل والأزمات عندنا قدرة عظيمة جدا على تصدير وخلق المشاكل بلا حدود لكن لما تيجي تتكلم على القدرة على الحال الصمت الرهيب يعني كل المنظومة مش بتهم حد ومش بقول إن في حد بعينه مسؤول لكن عيش كده ويرجع بذكرياتك لورا شوف كده الموسم ده بس يعني مش هرجعك بالتاريخ كتير شوف بس كم المشكلات والأزمات اللي حصلت وقف قيد، أضايا، منتخب وطني، منتخب أوليمبي، مشاركات لعيبة، أضايا في المحاكم المدنية، أضايا عند الفيفا، أزمات في مديرين فنيين، اختيارات لحكام يعني مفيش مجال صغير جداً فاضل الرايا والشبك اللي في الملعب يبقى فيهم أزمة عشان تبقى المنظومة كلها فيها مشكلات مفيش يوم بيعدي إلا والإعلام الرياضي والمسؤولين في الأندية والأجهزة الفنية وإدارات الأندية والسوشيال ميديا كل الناس بتتكلم في مشكلة ما طيب، هل طرح المشاكل دي يؤدي إلى حلول؟ هل طرح الأزمات دي أو المشكلات اللي احنا بنعدي بيها بياخدنا وبيطلع بينا لقدام؟ الأكيد بالنسبة لي أنه لا والأكيد أنه إحنا مش مشغولين بالمستقبل وأنه كل تركيزنا منصب تحت رجلينا فقط لغير واللي أهم بالنسبة لي واللي جاي أكلمك فيه النهاردة هو أنه الأهلي أبداً عشان فيه ناس دايماً بتحاول تبقى تصدر المشكلة دي أو تعلق شماعات فشلها أو إغفاقتها أو عدم تحقيقها للنتائج اللي بتتطلع عليها أو بتحلم أنها تقدمها لجماعيرها فتقولك أصل مشكلة الكرة المصرية كلها مختزلة في الأهلي الأهلي هو أكثر الأندية مشاركة في البطولات فده بيأثر على استقرار الأجندة المحلية الأهلي بيتم مجملته تحكمياً الأهلي بيتم مجملته من لجنة المسابقات الأهلي بيعامل معاملة غير الجميع الأهلي هو الأكثر حصولاً على مبالغ الرعاية الأهلي ثم الأهلي ثم الأهلي ثم الأهلي وكأن مشاكل الكرة المصرية كلها سببها الندي الأهلي علماً بأن أي عائل أو أي حد عنده قدرة بسيط جداً من العقل والمنطق والإحساس الإحساس مهم جداً يشيل الأهلي خارج منظومة كرة المصرية هتجد أن المنظومة دي تساوي مش عايزة عشان بقاش بس بتجنة ولا بجرح حد بس أنت تخيل وشوف الإجابة مع نفسك حط الأهلي كده أو طلع الأهلي من منظومة الكرة المصرية وشوف نتاج المنظومة دي هيكون إيه؟ شوف قوة المسابقة الحقوق المرتبطة بحقوق الرعاية أو حقوق البس التليفزيوني أو الإقبال الجماهيري أو الدعاية والإعلان والمعلنين شوف إنجازات الكرة المصرية على مستوى الألقاب والبطولات شوف حال المنتخبات الوطنية لو الأهلي برا المعادلة دور على الإجابات بنفسك وأعتقد أنه أي حد هيصل صلب الحقيقة المقارنة في مصر لا تجوز فيه حاجات كتيرة جدا 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 إحنا بنختلف بل وبننفرد بيها بمعنى عشان اللي بيحاول يقولك أصل في بلاد كذا بيحصل كذا وأصل جنبنا في الدوريات في الخليج وأصل الدوريات في أفريقيا والدوريات في شمال أفريقيا إحنا برا المعادلة لما يتحط حاجتين في مقارنة لازم المعطيات أو المدخلات تبقى وحدة على أساسها تجوز المقارنة ما تقرنيش بدول الخليج أو بأندية الخليج على وجه التحديد لما تفتح لي عدد المحترفين في الدوري المصري زي ما هو مفتوح في أندية الخليج تعالي نتكلم لما يبقى عندك منتخبات في أفريقيا بتعتمد قوامها الأساسي أو نسبة 70% لـ 80% من قوامها الأساسي على لعيبة محليين زي ما بيحصل كده في منتخب مصر الأول والأوليمبي تعالي نشوف كده كم لعيب من النادي الأهلي سيبك من المحترفين يعني سيبك من أنه الأهلي عنده محترفين غالبيتهم بيلعبهم مع منتخباتهم أنا أتكلم عن مستوى منتخبات الوطنية المصرية شوف لما بيقى فيه توقف دولي أو أجندة دولية أو بطولة دولية بيقى فيها منتخب مصر كم لعب من النادي الأهلي بيشارك فيها وتعالي أبص على منتخبات ناجيريا ومنتخبات السنغال ومنتخبات الجزائر ومنتخبات المغرب ومنتخبات 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 كم لعب من الدولي المحلي أو من الأندية المحلية يعني بتشارك مع المنتخبات دي في أي أجندة دولية أو أي بطولة دولية كبيرة وساعتها أنا موافق جدا 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 على المقارنة أنا بقولي الكلام ده لأصوات كتير الحقيقة هي مش أصوات قليلة يعني أصوات كتير لو هدفها حقيقي وبصها بجد بكل أمانة الحقيقة على مصلحة الكرة في مصر ومدية اهتمامها وتركزها لمصحة الكرة في مصر ومدية صوتها ومساحتها وصفحتها على السوشال ميديا لمصحة الكرة في مصر أنا بقول لكم السنة الجاية مصر تبقى في حدة تانية خارص لكن كلها للأسف شديد جدا إما تضليل وضلال وإما تصفية حسابات أخدكم بقى للكرة الحلوة وتعالوا نروح لليورو اللي سخنت والحقيقة يمكن مفاجئات بتتوالق يعني طبعا يعني هي بالنسبة لي مش مفاجئة إحنا في حلقة الأربع هنا في السادسة كلمنا على إيطاليا بالصفاتها حامل اللقب وبصفاتها واحد من كبار القوم وعليا القوم في أوروبا إيطاليا بطل عالم مش مرة ولا اتنين وبطل أوروبا وبطل أوروبا في نسخة الأخيرة يعني تلعب البطولة دي وهي حامل اللقب لكن لا فيه فارق كبير جدا مواضح إنه إيطاليا مش عارفة وأنا في كل المنسبات دايما مع كل خروج لإيطاليا من تصفيات كاس العالم أو مع خروج زي اللي حصل ده قدام سويسرا طبعا إيطاليا خرجت من سويسرا للي ما يعرفش مبارح فيه بطولة أمم أوروبا بخصارتها قدام سويسرا اتنين سفر وهي مفاجأة لأنه سويسرا طبعا متخب محترم جدا دي نتاج ماتشات مبارح سويسرا كسبت إيطاليا بنتيجة اتنين سفر أداءا ونتيجة يعني مش بس سويسرا اللي ممكن كانت التوقعات قبل الماتش حتى ومستوى إيطاليا مش أحسن حاجة الناس كلها تتوقع أنه إيطاليا تقدر ترجع تقدر تكسب خصوصا أنها بتقابل سويسرا يعني والسويسرا الحقيقة يعني مش ألمانيا مش بلجيكا مش فرنسا مش هولندا مش إنجلترا لكن سويسرا قدمت مباراة قوية جدا جدا وقدرت تكسب إيطاليا بنتيجة اتنين سفر وهرجع مع حضراتكم النهاردة الصحافة الإيطالية غطت ده إزاي لأنه في شبه كبير جدا لما تقل عناوين الصحف الإيطالية المهمة النهاردة بين حالة إيطاليا في السنوات الأخيرة وحالة مصر مش عارف إيه القصة أما المباراة الثانية فكانت طبعا تأهل أصحاب الأرض والجمهور ألمانيا على حساب الدنمارك اللي بتهيأ لي طبعا يعني منتخب الألماني واحد من أقوى المنتخبات لكن أنا أعتقد أنه الدنمارك مبارح يعني مش عايزة أقول تظلمت لكن يعني كان في حلقة أنا كنت متعاطف معه بالحقيقة خاصة في الهدف اللي ما تحسبش يعني في النهاية المباراة انتهت لصالح ألمانيا بنتيجة اتنين سفر وتأهلت ألمانيا وتأهلت سويسرا وتعالوا نشوف ماتشاط النهاردة عندنا مواجهتين إنجلترا في مواجهة سوفاكيا هتبقى المباراة ساعة سابعة بتوقيتنا هنا في القاهرة وجورجيا في مواجهة إسبانيا الساعة عشر بتوقيتنا أيضا في القاهرة نروح نتائج كوبة أمريكا ونجم الجولة لو تارو مارتينيس طبعا اللي كان نجم الأرجنتين في مواجهاتها أمام بيرو اللي كانت أكتر من خصم كان فيه يعني تارتور بيرو مبارح كانت خصم عنيد قدام الأرجنتين أرخانتينا اللي كسبت ترو بنتيجة 2-0 سجلهم الاثنين بالمناسبة لو تارو مارتينيس وكان واحد من نجوم المباراة في مباراة شاهدها ميسي من على مقاعد البودلاء كندا واحدة برضو من مفاجآت البطولة السنة دي كان دا قدرت إنها تتعادل مع تشيلي وبالتعادل دا تأهلت كندا وتعالوا نشوف ترتيب المجموعة ترتيب المجموعة A في كوبا أمريكا أرجنتين في المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط ثم كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وشيلي في المركز الثالث برصيد نقطتين ثم بيرو في المركز الأخير بنقطة واحدة ولما أقول لك كندا مفاجأة مفاجأة طبعا لأنها تأهلت على حساب تشيلي وبالأسماء وبالتاريخ تشيلي واحدة من الدول كروية يعني تعتبر كبيرة جدا في الكوبا أمريكا وبالتالي تأهل كندا على حساب تشيلي واحدة من مفاجأات البطولة نشاط فجر بكرة إن شاء الله هيكون عندنا جمايكا في مواجهة فنزويلا والمكسيك في مواجهة الإكوادور فاصل وندخل في تفاصيل حلقتنا ونتابع معكم تحضيرات الأهلي لمواجهة الجيش بكرة إن شاء الله مباراة الأتنين اشتركوا في القناة هي الأمور ممكن تتغير بسرعة كده يعني ممكن تالت العالم يخرج بالشكل ده والكلام على كرواتيا من بطولة اليورو وهل منتخب إيطاليا اللي مقدمش أي شيء يسكر في البطولة دي كان فعلا هو حمل لقب النسخة الأخيرة خلينا ناخد رأي واحد من نجوم منتخب كرواتيا ونجوم نادي أطلانتا السابقين إيجور بودان نجم كرواتيا السابق واضفنا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس رحب به طبعا في البداية واشكره أهلا وسهلا بك وشكرا طبعا على وقتك وعلى مشاركتك معنا يعني الحقيقة يعني ممكن كنت أبدأ الحوار بكلمة هارد لات بس أعتقد أنه لك أو الحظ والتوفيق مالوش أي علاقة بخروج كرواتيا تالت بطولة كاس العالم الأخير لأنه الحقيقة منتخب الكرواتي ظهر بصورة مختلفة تماما نقطتين فقط من ثلاث مواجهات خدهم في البطولة ولم يستطيع حتى التأهل للأدوار الإقصائية رأيك في الأسباب اللي قدت لزهور منتخب الكرواتي بالشكل ده بكل تأكيد كلنا اعتدنا أن نرى كرواتيا بشكل متألق لم نعتد أن نراها بهذا الشكل أبدا لم نعتد أن نرى كرواتيا بهذا الشكل الذي رأيناه هذا العام كرواتيا التي تحوي الكثير من اللاعبين الكبار كرواتيا التي كانت في المنديال السابقة على واشكا أن تفوز أيضا بالمنديال كرواتيا أقول أن كرواتيا الآن نستطيع أن نطلق عليها كرواتيا الرجل العجوز كرواتيا كلنا خذلنا من كرواتيا كلنا إلى الآن لا نستطيع أن نستوعب ما تم بالنسبة لكرواتيا بالنسبة لكرواتيا كما قلت لكم هي منتخب العجوز الذي لا يستطيع أن يدافع حتى عن نفسه وكما قلت أن وشبهت هذا التشبيه أيضا في لقاء صحفي قلت أن كرواتيا مثل الرجل المحاصر الهزيل الضعيف الذي لا يستطيع أن حتى يقاتل أو يدافع عن نفسه كرواتيا بكل تأكيد كانت منتخبا كبيرا ولا نقول أنها فقدت أهميتها ولا فقدت الحظ في استعادة نفسها من جديد لكن هذا بالنسبة لي يعود إلى أسباب رئيسية وافتقاد العناصر الشابة رأينا أن كرواتيا أيضا تفتقد الروح الكرواتية خليني أسألك بمنتقى الصراحة يعني بعد تحقيق منتخب وأنا متفق معك طبعا أن منتخب كرواتيا على مستوى الأسماء بيدم على مستوى الأسماء كسكواد يعني لعيب على عالي مستوى هل كنتم منذ تحضير المنتخب للبطولة أو استعداد للبطولة مع اختيارات داليتش وإلى أي مدى بتشوف أن هذا الجيل من اللاعبين هو اللي يتحمل مسؤولية الخروج ده ولا المدير الفني بإدارته لسيناريو المواجهات الثلاثة في دور المجموعات لم أفهم جيدا هل تعتقد أن داليتش أحسن اختيارا للسكواد الذي يمس المنتخب كرواتيا ولا كان علي أن يعيد حساباته في بعض الأسماء قول لكم كما تعرفون كلكم جميعا أنه لوكا مودريتش عنده تسعة وثلاثون عاما نقول أن أيضا افتقاد العناصر الشابة هذا ما غاب عن عقل المدرب داليتش لمجارات الرتم السريع الذي دائما ما كان حاضرا لدى المنتخبات الأخرى لابد أيضا أن كنا نصارع ونقاتل نحن كما رأينا نهم ثلاث عناصر على صعيد خط وسط المنتخب الكرواتي أعمارهم فوق الثلاثين عاما لذلك نحن نفتقد من سيصارع المنتخبات ليس فقط أن المنتخبات الكرواتية ليس لديهم الخبرة ولكن الخبرة وحدها لا تكفي يعني وردو كنت نجم في الدوري الإيطالي كنت واحد من نجوم أطلانتا إزاي شفت خروج إيطاليا حامل اللقب وإحنا بنتكلم على اتنين من أهم المدارس الكروية في أوروبا في الوقت اللي بتتقاهل فيه نمسا في الوقت اللي بتتقاهل فيه سويسرا في الوقت اللي بتتقاهل فيه جورجيا إزاي بتشوف تغير خريطة الكرة في أوروبا بعد خروج كرواتيا وإيطاليا بالنسبة لإيطاليا أعرف سباليتي جيدا وأعرف أنه من المدربين الكبار في إيطاليا وأنا قابلت سباليتي أكثر من مرة وتحدثنا كثيرا كما تعلمون أن مسيرة الكروية قضيتها في إيطاليا سباليتي له عقلية جيدة ولكن نقول أنه كان مهزوزا كان متوترا في اللعب نقول دائما ونكرر أن الحافز المعنوي هو السبب الرئيسي في إعلاء القيمة لللاعبين وفي إحراز أيضا للأهداف وفي التفوق والتألق لللاعبين سباليتي كان لا يستطيع تقييم اللاعبين بشكل جيد ليس هناك اعتذارات لأن إيطاليا وكرواتيا لا يقارنون أيضا بغيرهم ومن قبل كانت إيطاليا حملت اللقب إيطاليا أنا أحبها بمثابة أيضا كرواتيا لا يقل حبها بالنسبة لي عن كرواتيا لدي لاعبين كبار لكن يتم توظيف اللاعبين بشكل خاطئ يقول أن إيطاليا تحتاج إلى مدرب ذو شخصية قوية غير سباليتي سباليتي له عقلية ربما بعض الشيء مرنى له عقلية نوعا ما يقول عليها المدربون الكبار أنها عقلية غريبة طيب هارجع لمنتخب كرواتيا مرة تانية وأنتم بتستعدوا طبعا في الفترة القادمة يمكن خلال الشهور بسيطة لمشوار تصفيات كاس العالم هل تعتقد أن الرهان على دالتش سيستمر كمدير فني المنتخب كرواتيا وهل تعتقد أنه آن الأوان حنى الوقت لتجديد دماء المنتخب الكرواتي وهل بالفعل فيه جيل من وجهة نظرك جاهز أنه يشيل الراية أو يتسلم الراية من بعد جيل لوكا مودريتش بالنسبة لي لا أتوقع أنه سيستمر ما لقوله أنه مدرب ذو خبرة لكن أنا الأوان أنه لا يستمر مع كرواتيا أنا الأوان لمدرب يدفع بالشباب أنا الأوان لمدرب لديه العقلية التي يمكن من خلال استشارة أيضا اللاعبين أنفسهم لوكا مودريتش وغيرهم من اللاعبين أنقضى زمنهم من خلال متابعتك للبطولة الغاية دلوقتي بطولة اليورو مين المنتخب اللي كان مفاجأة بالنسبة لي جور بودان مين منتخب اللي جي من خارج التوقعات أو اللي لفت نظرك بمستواته أداءه ونتائجه بكل تأكيد أرى لاعبين متألقين وهنا لا أتحدث عن الفرق لكن أيضا رأينا بعض اللاعبين الذين حققوا المفاجآت بالنسبة لي هناك أيضا بعض اللاعبين من سويسرا الذين رأيتهم بالأمس وحقيقة لا أتذكر الأسماء لكن لابد أن نصوب التركيز نحو هؤلاء اللاعبين رأينا العديد من المفاجآت وسنرى العديد من المفاجآت مين ترشحه للمنافسة على اللقب أو مين الأعرب منتخب الأعرب لتحقيق لقب اليورو من واقع المباريات التي تبعتها من بداية البطولة عفوا لم أسمع السؤال جيدا يعني من متابعتك لبطولة اليورو هل شايف أن في منتخبات قدمت المستوى اللي تخليك ترشحها لتحقيق اللقب؟ شايف المنافسة على اللقب هتكون بين أي منتخبات من وجهة نظرك؟ عفوا أن عادت السؤال مرة ثانية بسألك على المنتخبات اللي شايف أنها قدمت أوراعة اعتمدها أو مرشحة مستويات اللي قدمتها الكورة اللي لعبتها ترشحها لتحقيق اللقب السنادي أو للمنافسة على اللقب إسبانيا على سبيل المثال يعني أنت وجهة نظرك إيه؟ مين المنتخبات اللي ممكن تكون قريبة من نسخة اليورو 24؟ يوسفوني الإجابة على هذا السؤال أنا لم أفهم هذا السؤال جيداً مين؟ إيه هي؟ إيه هي أسماء المنتخبات اللي بترشحها للمنافسة على لقب البطولة؟ مين؟ مين الأقرب لتحقيق لقب يورو 24؟ طيب إحنا طبعاً يعني يمكن هو الاتصال مش طيب خلينا نتفق إنه طبعاً متفق إلى جزء كبير جداً في جزء كبير مع الكامل اللي قاله خصوصاً فيما يتعلق بإيطاليا وأنا يمكن لما أستعرض مع حضراتكم النهاردة إزاي رصدت الصحف الإيطالية خروج منتخب إيطاليا مبارح قدام سويسرا وخصوصاً إنه طبعاً زي ما يجربه دان طبعاً نجم أتلانتا ونجم كرواتي كان بيقول إنه سبالتي واحد من أهم أسماء في الكورة الإيطالية على مستوى التدريب في السنوات الأخيرة في الأمال كانت كبيرة جداً على منتخب إيطاليا في البطولة وخصوصاً أيضاً إنه مش بس حمل اللقب لكن مقارنة اسم منشيني المدير الفني السابق لإيطاليا مع تجربة سبالتي كانت حطاً تحت ضغط كبير جداً وده اللي شفناه من خروج إيطاليا طبعاً ردود الأفعال تتكلم على منتخب فشل في التأهل اللي كاس العالم في أكتر من نسخة إيطاليا بجلات قدرها بأنديتها الكبيرة الإنتر والميلان واليوفي والنابولي وروما بالنجوم الكبار اللي بيلعبوا في الدور الإيطالي بالتاريخ الكبير جداً للأنديا الإيطالية وللمنتخب الإيطالي في كل البطولات اليورو وكاس العالم لما تفشل في التأهل لكاس العالم في أكتر من نسخة لما تخرج من دور الستاشر على إيد منتخب زي سويسرا اللي طبعاً ليست تقليلاً من شأن منتخب سويسرا لأن الكرة ما فيهاش كبير الكرة لا تلعب بالتواريخ ولا بالأرقام ولا بالأسماء ولا بالقيمة التسويقية الكرة في الملعب 11 قدام 11 وده اللي أثبتته البطولة دي نحن نهارده بنتكلم على توديع كرواتيا وهي تالت عالم في النسخة الأخيرة ووصيف عالم قبل كده وتوديع إيطاليا بطل النسخة الأخيرة لليورو لكن ما زال فيه منتخبات أعتقد هيتف معي إيجور بودان على أنها مزالت محتفظة بقيمتها إيجور بودان مرة تانية برحب بيك كنت بسألك يمكن على المنتخبات اللي من وجهة نظرك مرشحة لتحقيق اللقب مين المنتخب اللي شفته وتابعته شايف أنه الأقرب لتحقيق لقب بيورو 24 بكل تأكيد أسبانيا وفرنسا هم الأقرب لتحقيق اللقب وسيكون هناك المفاجآت وأنا أقول أن هذا اليورو هو للمفاجآت سنرى العديد من المفاجآت رأينا المنتخبات تنفض عن نفسها الغبار لكن يعجبني كثيرا وأرجح وأرشح بقوة اسبانيا وأقول أنها مرشحة بقوة هذا الهدف أنت بتكلمني الوقت أنت حاليا موجود في إيطاليا مظبوط؟ كوزا؟ أفوان إعادة السؤال أنت موجود في إيطاليا دلوقتي مش في كرواتيا يعني حاليا أنت موجود في جنوب إيطاليا كنت عايزة أسألك على ردود الأفعال في إيطاليا على خروج المنتخب الإيطالي بعد الخسارة من سويسرا ناطمو طيب خلينا طبعا بشكر إيجور بودان يمكن في بعض المشاكل التقنية عندهم هما هو موجود في إيطاليا وكان يهمني كمان أسمع أنه يعني بعد الخروج طبعا الاتحاد الإيطالي من ناحيته أكد على فكرة تمسكه بسبالاتي وقال أنه التجربة لسه ما اكتملتش وأنه راجل تولى المسؤولية من 9 أو 10 شهور فصعب يحسب على الفاتورة وجدد الثقة في سبالاتي أنه يستكمل مشواره مع المنتخب الإيطالي لكن تعالوا نشوف مع بعض إزاي فسرت الصحف الإيطالية خروج إيطاليا أمام سويسرا ومن ده حاول نقرأ أو نستشف كده ونشوف إراية في واقع الكرة المصرية تفاصل ونرجع للأخبار ترجمة نانسي قنقر طيب خلينا نركز على مطش بكر عندنا مطش مهم جدا بعد 24 ساعة يمكن من دلوقتي مواجهة طلاعي الجيش والأهلي مرة تانية نبارح كان راحة زي من حضراتكم عارفين من التدريبات والنهاردة إن شاء الله أنا أخدكم لملعب مختار التيتش نتطمن على تدريبة الأهلي ومعنا مجموعة من الأخبار تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم في هاي النهاردة طيب خلينا أقول طبعا بعد 24 ساعة راحة احنا لعبنا يوم الجمعة مبارح كان راحة بالقرار من مصر مارسل كولر النهاردة هو التمرين الأساسي والوحيد قبل مواجهة طلاعي الجيش بكرة مباراة مهمة جدا علامة كاملة مزال الأهلي من بعد التوقف الدولي خمس لقاءات بخمس واشر نقطة هنستعرض مع حضراتكم طبعا الموقف في جدو للترتيب أنا ليه بس وقفة شوية مع التحكيم يعني يعني وأنا معي خبر نهاردة على بيريرا طيب خلينا بس نأجل ملف التحكيم ده وهيكون ضفنا نهاردة نجمي النادي الأهلي كابتر رومي ربيع يكون ضفنا في السادسة هنفتح بعام ملفات كتيرة جدا خليني أتكلم بس مع حضراتكم على التمرينة اللي هنتبعها كمان دقيق الحمد لله من طميني على سكواد النادي الأهلي باستثناء الغيابات طبعا بسبب الإصابة في الفترة الأخيرة وده اللي هنعرف تفاصيله أكتر من زميلي محمد توفيق مرسل النادي الأهلي اللي موجود حاليا في النادي الأهلي بيتابع طبعا التمرينة وهتكون موجودة معنا على مدار الحلقة نمر واحد بس خلينا أقول لحضراتكم كان في كلام على إقالة بيتور بيريرا رئيس سجنة الحكام من منصبه كلام طبعا على خلفية الأزمات الكتيرة المتعلقة في الفترة الأخيرة من عدد كبير من الأندية مش بس من الأندية اللي بتنفس سواء على القمة أو حتى في القاع في الهروب من هبوط لكن في أندية كتيرة جداً بتشتكي من سوق مستوى الحكام السيزن ده بالتحديد أنا عن شخصي يعني يمكن كنت من قوائل الناس اللي طرحت أو يعني قلت فكرة إنه إحنا في أوقات كتير جداً على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات بنلجأ للخبرات وليه لأ؟ إحنا بنجيب مديرين فنين للمنتخبات المختلفة وللأندية بتاعتنا الكبيرة من بره أجانب يعني طب ليه لأ ما نفكرش في فكرة إنه نجيب رئيس لجنة حكام محترف ودي تجربة مش بنختراحها إحنا لأ حصلت في دول كتيرة يعني بتجيب دول بتجيب حكم ليه اسمه ليه تاريخه عشان يقيد صياغة المنظوم عشان يطور عشان ينقل خبرات عشان يعالج مشكلات عشان يحط رؤية عشان ممكن يكون عنده اللي مش موجود عندنا فنستفيد من خبرات دي وليه لأ ما نجيبش رئيس لجنة حكام أجنبي كلام ده أنا قلته من زمان حقيقة وقد كان في يوم الأيام سمعنا إنه كلاتنبرج هيجي تولى مسؤولية لجنة الحكام وكانت تجربة كلاتنبرج بحلوها ومرها ثم بعد كلاتنبرج جيفي تور بيريرا والسؤال هنا اللي لازم أنا ما عنديش إجابة يعني يقينا أنا ما عنديش إجابة بس هو الحقيقة التجربتين لما بتيجي تبص لهم كده بتجد إنه عليك أنت تطرح على أقل السؤال هل فشل أو فشلت تجربة استخدام رئيس لجنة حكام محترف يعني سواء كان كلاتنبرج لإسم أو بيريرا لإسم هل التجربة دي فشلت؟ هل التجربة دي ما كانتش الحل لمشكلة التحكيم عندنا؟ ولا جزء تاني من السؤال بقى هل تم إفشال التجارب دي عمدا؟ يعني إحنا مش عايزين حد أجنبي إحنا أي حد هتجبوه أجنبي مهما كان اسمه مهما كانت خبراته مش هيمثل إضافة بالعكس إحنا بنأكد لكم إنه التجربة فشلة من قبل ما تبدأ إجابة السؤال مش عندي بالمناسبة اقتراحات اللي كانت مفتبطة بفكرة إقالة بيريرا النهاردة اتحاد الكرة لك مش هنقيل بيريرا بيتور بيريرا مستمر مع اتحاد الكرة في لجنة الحكام حتى انتهاء فترة عقده اللي مفترض تنتهي في شهر أغسطس هو بيتقضى أجر شهري حوالي 18 ألف دولار وبالتالي فضله شهرين لو أقلناه النهاردة هياخد 40 ألف دولار ويمشي يعني هياخد أكتر من المتبقيله بشكل رسمي فإزاي نمشي وهو طبعا منطقي جدا رجل لو قعد يشتغل الشهرين اللي جايين هياخد 36 ألف لو مشي النهاردة هياخد 40 ألف طب ما يشتغل وياخد أقل لكن في النهاية هي مش قصة فلوس مش قصة مادة قصة لما تيجي تحاسب النهاردة على فاتورة التحكيم هل بيريرا الواحد اللي شير القصة طبعا يعني قطعا قطعا لا لأن القصة هنا مش قصة رئيس لجنة حكام أنا مبارح شفت وسيبك من مطشاط البطولة يعني طبعا انت ما فيش نادي تقريبا 18 نادي بيلعبه أعتقد أكتر من 50% من نوادي اللي بتلعب في بطولة الدولة المصري يعني بتتكلم في 9 أو 10 أندية تقدمه بشكاوى مرارا مش مرة ولا اتنين ده مرارا وتكرارا متعلقة بسوق مستوى التحكيم وبالتأثير السلبي للتحكيم المصري على نتاج المباراة المباراة ويقال إنه فيه أحصائية طلعت بتقول إنه 33% هي نسبة أخطاء التحكيم المؤثرة تأثير مباشر في نتاج المباراة هل بيريرا يحسب على الفاتورة؟ بيريرا أو غيره يعني هل رئيس لجلة الحكام يحسب على الفاتورة؟ ولا فيه حقيقي مشكلة عندنا حقيقية في التحكيم نروح لازمنا محمد توفيق في النادي الأهلي ونعرف أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة عودته للتمرين والتمرين الأساسي طبعا بعد التمرينة مفترض إنه هيكون فيه معسكر لمباراة طلاع الجيش بكرة إن شاء الله مساء الخير يا محمد مساء الخير الزميل عيزي أحمد سمير تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان نتطمن جمهور النادي الأهلي على تمرينة الأهلي النهاردة تمرينة الوحيدة والتمرينة الأساسية قبل مواجهة طلاع الجيش ونعرف منك أخبار سكواردو استعدادات مارسل كولر لمواجهة الطلاع بكرة إن شاء الله بالفعل يا أحمد زي ما ذكرت ده التمرين الأول والأخير يمكن على طول الفريق الجمع قبل معان الميران بساعة كان فيه محاضرة لمستر مارسل كولر مع اللعبين ومجتمع كده قصير فيه أرضية الملعب فور نزول اللعبين لأرضية الملعب فيه تمام السالسة مساء من بعدها عطول بدأت فقرات الميران بدأ اللعبين بس بجاري لفة واحدة حواليه الملعب ومن بعدها عطول بعض التدريبات البدنية ومن ثم بعض التدريبات المتنوعة بالكرة وحالاً دلوقتي وأنا معاك الفريق يمكن على طول التدريبات القرى ومن بعدها عطول هيبقى آخر فقرة في الميران الخفيف والأخير قبل تلاقي الجيش قبل مباراة تلاقي الجيش بكرة إن شاء الله المقرر لها السبعة مساء على استادة كلها الحربية هيكون تأسيمة ومن بعدها عطول مستر مارسل كولر هيختار واحد وعشرين لعب للدخول في معسكر مغلق بأحد الفناندق القريبة من استادة كلها الحربية استعداداً للمباراة بإذن الله رب العالمين بطمنك وبطمن كل جماهيرين نادي الأهلي ممكن أكرم توفيق الحمد لله كانت تعرض لكادمة في مباراة فرق ولكن كانت كادمة خفيفة الدكتور رحمة جبال الله طمن عليه وموجود بيشارك في التدريبات الجماعية يعني البشرة كمان عمر كمال عبدالواحد موجود في التدريبات هيشارك بشكل جزئي في التدريب الجماعي النهاردة موجود وطبعاً مشاركته من عدم في المباراة في الفترة المقبلة هتبقى طبقاً لوجة النظر الفنية المستر مارس الكولر واشراكه فيه توقيت المناسب ليه فنياً ولكن الحمد لله من ناحية الطبية بطمنك عليه كمان برسي تاو غالب في برنامجه التأهيل والعلاج بشكل أكثر من رأع وقريباً بإذن الله رب العالمين هيكون موجود في التدريبات الجماعية مصطفى مخلوف النهاردة كمان يمكن عمل برنامجه التأهيل والعلاج وبدأ ارتداء الماسك طبعاً بعد تعرضه في أحلى التدريبات لكسر فيه عزام الوجه ولكن خلاص بدأ يشارك فيه التدريبات مرتدياً للمسك كمان حراس المرمى الأربعة موجودين النهاردة بيشاركوا بشكل أكثر من رأع فيه التدريبات محمد الشناوي مصطفى شبير حمز علاء ومحمود الزنفولي كل اللاعبين في حالة فنية وبدنية أكثر من رأع يا أحمد كان ضغط المبارات بيقلقنا شوية وحالة الإجهاد ولكن طبعاً مستر مرسل كولر واللعبين متعودين على مثل هذه الأجواء وبإذن الله يكونوا قدرين على تحقيق طموحات كل جمال النادي الأهلي بيكتلوا في التدريبات كل واحد بيعمل عليه وبإذن الله يكون معنا فيه المبارات كمان والحصول على سلاس المنقاط في كل مبارات بأحمد هي مبارات بالطبع في مبارات الدورة ولكن تشعر أنها مبارات كقوس دايماً لازم تلعب على هدف واحد وهو الفوز لتحقيق الهدف الأكبر إن شاء الله وهو تحقيق بطولة الدورة العام بيزن لرب العام صحيح اللقاطات اللي ظهر فيها شناوي وشوبير هي دي النقدرات اللي كنت بكلم حضراتكم عليها من شوية واحدة من التقنيات الجديدة اللي بيستخدمها ميشيل يانكون في تدريب حراس مرمى النادي الأهلي مرتبطة بأنها بتضيق زوايا الرؤية وبتعتمد أكتر على تطوير سرعة رد الفعل والإحساس بالكرة داخل المنطقة مش بس على فكرة قدرة الحارس طبعا لما بيلعب من غيرها بتبقى الأمور بالنسبة له أحسن بكتير توفيق خليني بس ده الشيء بالشيء يسكر يعني يا شانسات لما كلمتكم عليها توفيق خليني أعرف منك مشاركة عمر كمال بالتحديد هل عمر هيشتغل في النحية أو التمرين البدني فقط أنا شفته ظهر قدامي على الشاشة والناس شافته دلوقتي وهو في تمرينة النهاردة ولا هيشارك كمان في الجزء الخاص بتدريبات الكرة ممكن يا أحمد إحنا ما كنا موجودين لحد انتهاء التمرينات البدنية وكان بدء على طول التمرينات بالكرة اللي هي التمرينات اللي بتبقى مربعات وحاجات خفيفة كان موجود عمر كمال موجود فيها كان حتى عمر قبل مبارات فارقه كان بدأ يلعب بالكرة شوية في الملعب ويتأهل بشكل منفرد ولكن النهاردة بيكمل تدريباته داخل التدريبات الجامعية لسه آخر فكرة طبعا يا أحمد اللي بتبقى حاسمة في الموضوع هي التأسيمة طبعا دي احنا ما يحضرهاش طبعا بقى وامر كجابة الخايب بيب ومدير الكرة ومستر مارس الكولر ومدير الفني الفريق فلو شارك في التأسيمة هتطبعا مش موجودين لكن لو شارك في التأسيمة اعتقد انه هيكون بنسبة كبيرة موجود في مبارات الغد طبعا ده تبقى للاتفاق ما بين دكتور أحمد جبل رئيسي الجهاز الطبي ومستر مارس الكولر فمشاركته في المبارات زي ما قلت لك دي ترجع لمستر مارس الكولر باتفاق مع دكتور أحمد جبل ولكن هو الحمد لله من ناحية الطبية هو ولائق جدا موجود في التدريبات النهاردة ولكن اعتقد انه ممكن يكون المشاركة يحمل تبقى بشكل تدريجي خاصة انت عارف في ضغط مبارات كبيرة وعمر من اللعبة المهمة واكيد مستر مارس الكولر محتاجه في المبارات القادمة فاعتقد مش هبقى فيه استعجال على اشراكه ممكن حتى لو تم اشراكه يكون بشكل تدريجي مش مرة واحدة خاصة ان انت مضغوط جدا انت بتتكلم بكرة اللي اتنين احمد عندك وانت طرع الجيش يوم الخميس عندك مباراة اخرى مع فريق الداخلية فاعتقد يعني كان الله فوقون الجهاز الفني واللعبين كل اللي منتمنى يا احمد انهم قدوا اداء كويس حققوا نتائج كويسة وكمان منتمنى لهم اهم حاجة السلامة في الظل دكتور مردد بتبقى الآن على كل عناصر الفريق فاهم حاجة ان ربنا يا رب يعني يكون معاهم ويكون اللعب على طول في حالة فنية وبدادانية طبية كويسة والسلاس نقاط كمان يكونوا من نصبنا اعتقد انها فترة صعبة جدا ان شاء الله نعديها وبإذن الله يكونوا عند حصن زن جميعنا دي الاهلي وفي الاخر نحتفل كلنا كعادتنا دايما مع فرينا دي الاهلي بلقب الدولة ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق وفيش حاجة صعبة على الاهلي رجالتنا ان شاء الله حضرة واعتقد انه اورقنا يعني حتى لو كنا بنتعامل مع مباراة كل 72 ساعة من هنا لغاية يوم 17-8 فاعتقد انه ان شاء الله الاهلي قادر بإذن الله ان شاء الله انه يحسب اللقب لصالح مشوار صعب لكن الاهلي دايما عودنا انه ما يعرفش المستحيل سؤالي على عمر كان عشان اطمن جماعي النادي الاهلي مالوش علاقة بمطش بكرة فكرة انه يدخل ويبدأ تمرين بالكورة معناه انه قريب من الحسابات حتى لو ما شاركش مطش الجيش بكرة لكن عمر من الاوراق المهمة جدا لعيب جوكر يشتغل في مراكز كتير جدا ويفيد النادي الاهلي في الفترة اللي جاية ويبقى تحت امر مارسل كولر سواء باك يمين او باك شمال اعتقد الاهلي في حاجة لكل اوراق وفي الوقت الحالي ومناسبة كل الاوراق وده يبقى جزء من كلامي مع كابتن رامي الحقيقة هي فكرة انه في اوراق كتير ممكن تكون فرصتها الاخيرة مع الاهلي في الفترة دي يمكن مش عايزة اقول اتظلمت لانه انا معرفش الكواليس ومش عايز ومش عايز مع الفريق لحظة بلحظة يمكن هي تكون قصرت يمكن تكون ما تأقلمتش لكن الجمهور بيسأل ليه ما خدتش فرصة وخصوصا مع تولي المباريات او مع بعض الغيابات او الاصابات او الاجهاد او الابتعاد عن المستوى ليه ما شفناش اللعيبة دي بتاخد فرص اتمنى انها هتاخد فرص وعلى رأسهم الحقيقة محمد ضاوي كريستو خلينا اروح معاكم وقت مفاقة الاخبار بايطاليا انا مهتم بايطاليا لانه حاسس ان الوضع في ايطاليا في السنوات الاخيرة شبه الوضع في مصر طبعا هجوم كبير جدا 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 على كل ما له علاقة بكورة القدم على الاتحاد وعلى المنتخب وعلى سباليتي وعلى اللعيبة بعد الشيء اللي سمته صحف ايطاليا بالفشل الزريع في بطولة اليورو 20-24 تعال نشوف لجازتة ديلو سبورت الايطالية قالت ايه علينا ان نبدأ من الصفر سباليتي فشل وهذا فصل مظلم جديد للكرة الايطالية وقالت الحقيقة انه اداء محرق جدا للمنتخب وخرج وتعرض للازلال من دول السبتاشر على يد سويسرا اخطاء كثيرة جدا من لوتشيانو سبالاتي فنية وتكتيكية متعب ومرتبك ده الوصف اللي اختارته لجازتة ديلو سبورت لاداء لوتشيانو سبالاتي كارياري ديلو سبورت الايطالية ايضا حقيقة اتكلمت على مخكل اختارت عنوان مخكل لاداء المنتخب الايطالي وتكلمت على فشل سبالاتي في عبور دور السبتاشر مع منتخب ايطاليا صحيفة توتو سبورت الايطالية عنوانها الرئيسي الفشل الوطني درس قاسي من سويسرا وايطاليا تخرج من دور السبتاشر النظام باكمله يحتاج او النظام باكمله يحتاج الى الاصلاح دي كانت عنوان الصحف الايطالية اللي شافت انه القصة مش قصة منتخب والقصة مش قصة مدير فني على الرغم الحقيقة منه سبالاتي واحد من افضل مدير الفنين ايطاليان في السنوات الاخيرة وصعب جدا ان تحكم على تجربته مع منتخب ايطاليا بعد عشر شهور بس وده اللي قاله جرافين رئيس اتحاد ومحتاج ياخد فترة اطول عشان نقدر نحكم على مشروع المنتخب تحت قياد اما مشروع احنا والاهلي والموسم الحالي وكمان ما يتعلق بالموسم اللي جاي اللي في وجهة نظري الحقيقة موسم صعب جدا استثنائي جدا في كل تفاصيله هتزد صعوبته وهيكون توابعه مرتأسرة بشكل كبير جدا بالموسم الحالي لكن خلينا نستقبل كابتر رامي ربيع هيكون ضفنا في السادسة بعد الفصل نطرح مع كل الموضوعات ونناقش رؤيته في الموسم الحالي ومباراة بكرة طبعا طلعا الجيش هتكون على ترى بزد بالعلامة الكاملة ختم الاهلي مشوره في بطولة الدوري في مباراته الاخيرة امام فرقه خلينا نكتفل مع بعض من الاول انه يمكن الاداء مش مرضي لكتير من جماهير النادي الاهلي لكن على مستوى النتائج وفي ظل الظروف وضغط المتشاط اعتقد ان احنا ماشيين كويس الاهم بالنسبالي هو ازاي نكمل على نفس المستوى من حيث النتائج لانه اعتقد انه الاهلي نتيجة المعجلات نتيجة ظروف المسابقة مش مسموح ليفرض في اي نقطة قدام اي منافس وخصوصا ودي واحدة من الحاجات اللي دايما بحب اكد عليها انه كنت لمتشاط النادي الاهلي وخصوصا عادي نقطة مهمة انه متشاط الاهلي المعجلة بتلعب بنفس ترتبها في الدور الاول عشان ما حدش يقول لك انه الجدول متأيف للنادي الاهلي متشاط السهلة محطوطة فين والمتشاط الصعبة مركونا الامت كلام ده مش صحيح على اطلاق متشاط الاهلي اتلعبت حسب ترتيب مؤجلات والاهم بالنسبة لي كجمهور نادي اهلي النهاردة ازاي شوف الاهلي في مستوىات افضل وخصوصا ان في متشاط جاية هتكون على مستوى المنافسة وصعوبة اصعب بكتير بيشرف لي في السادسة واحد من جمهور نادي الاهلي نهاردة كابتن رامي ربيع هو واضفنا رحب بيه طبعا في البداية مساء اخير كابتن ربيع مساء النور رحمة حبيبي وحيش اخبرك ايه كله كويس الحمد الله اجمالا كده شفت الاهلي في الفترة الاخيرة ازاي واخرهم مباراة فرق وطبعا مع تحيي الاهلي علامة من الاداء طبعا الجمهور بيقى محتاج اداء بس فيه وقت معين في ضغط المباراة بالذات ما نفكرش في الاداء على قد ما أنا بفكر لناخد التاتابون تاني بس ده بيوصلك لانك بتبقى اخصن انت شفت انت لعبت مع الدخلية لعبت مع فرق لعبت مع فرق تقريبا كلها في اخر الجدول ورغم كده بتحس انه المتشاط صعبة بتحس انه المنافس اللي قدامك قريب او يعني في بعض الاوقات بيتعادل وانت بترجع تكسب مرة تانية ده بالنسبة لك مقلق ولا ده طبيعي انه الجهاز الفني او اللعيبة بيلعبوا على قد المكسل يعني بيدين كل المباراة حجمها ها هو المتشاط اللي بتبقى في اخر الدوري الفرق اللي بتبقى في اخر الدوري اللي هي في اخر ترتيب الدوري اللي هو دلوقتي الماولين الداخلية بلدية وفرقه المتشاط دي كابتن احمد بيبقى اللعيب معندوش ضغوط لعيب خلاص يعني الناس كلها شايفة اللي الداخلية نزل او الماولين نزل الداخلية احلى متشاطه في الدوري قدامك لا من ساعة المدرب اللي موجود معهم دلوقتي كابتن عيد مرازي انا شايف وكان قابليك كابتن كوشري كانوا عاملين شكل الفرقه كويس طبعا الظروف ما خيرت بتهمش في بداية السيزون في النتائج بتاعتهم وصلتهم المرحلة دي لكنهو بيقدي اداء كويس واللي انا عاوز اقول حرارك اللعيبة دي كلها دلوقتي بيبقى كل تفكير عاوز تعمل ماتشاط كويسة عشان يسوق نفسه للسيزون الجاي فبتلاقي بيلعب بحرية من غير ضغط فبيعمل ماتشاط كويسة وطبيعة قدام الاهلي اوز مالك في الماتشاط الفرقة الزهارة تلاقي بتاعتهم ماتشاط كويس لكن الدور السندي صعب والمستوى الاندية كلها قريب من بعضه فدي هتخلي ماتشاط الاهلي لفترة الجاية زي ما انت بتقول مش هينفع على اللي احنا نركز على اللي احنا نفد اي بونت لكن اما حاجة اللي انا ااخد التاتا بونت فده مش هقولك اللعيب بينزل اللعب على عدة الماتشاط كلها صعبة حتى اخر فرقة في الدوري لغاية اللعيبة اللي في الوسط حتى لما هنلاعب برامدز ومتصدر الدوري ماتشاط كلها صعبة لكن طبعا بيبقى تركيز اللعيبة انا هلعب الدخلية النهاردة فالماتش هيبقى سهل فهكسب في اي وقت لكن لما هلعب فرقة زي برامدز المتصدر هلعب على دوري هتلاقي التركيز مختلف وتلاقي لقى مختلف الفرقة اللي هي في الوسط برضو اللي هي ممكن تخليني افقد اي نقطة هيبقى تركيز اعلى اكيد في لعيبة بس اكرم قاعد فترة كبيرة بعيدة عن المشاركة والاصابة فعنده مخزون لسه ربنا يبقى عن الاصابات بس لسه موقف عارضي مفيش مشاهدة لكن في رتم الجارية احمد بتاع او بنسبة اكرم بس ممكن اقول له حاجة يعني خلي بالك عن نفسك لانه حقيقة يعني هو عنده روح انا قلت لو منتخب مصر عند الحداشر لعيب اللي فيه عندهم روح اكرم توفيق المنتخب هي دي شخصية يعني بس برضو في اوقات كتير جدا في التحامات ممكن تأذيه يعني ممكن تأذيه بس هو دي شخصية وطبيعة مشواره يعني اي لعيب بيجي له اتنين صليب بيبقى شوية يعني لو خاف هيتعور تاني لو خاف هيتعور تاني يعني شخصيته هي شخصيته مش هتغير لكن لو خاف هيتعور تاني لو عمل عساب اللي انا لو ما عملتش الاتحام ده ممكن لا الاساري بتاعت ربنا بس هو بيبقى التحام كوي بس اكيد بيبقى بيحمي نفسه فيها انا واخد ثقة كولر قوي الفترة اه طبعا هو العيب كويس مع ان قعد فترة الناس كلها بتتكلم وهيمشي ومش الحاجات اللي هي بتتقال كل فترة على اي العيب فقالت على ربيعة فترة من الفترات انه ربيعة مشي من الاهلي وبقى واحد من الفرق السندي والمنتخب اكرم نفس الحكاية فانا بقولك اللي انا حسيت بين فماتش فارقه بالذات امام ومروان ومروان مروان حتى في عمل كان مش مش طبيعة مروان اللي هو بيعمل مزباس كتير ده كله مش هو ده امام الفت ده كله ضغط المباريات والتعب عليهم فهما اللي اتنين دول بالذات عشان هما جم من افريقيا راحوا على المنتخب لعبه رجعوا من المنتخب لعبه ضغط المباريات فانا حاسس للفترة الجاية ممكن مصر كله يعمل تدوير كتير يعني يعمل تدوير كله مطش كتير جدا انه كولر هو جهازه الفني الوحيد اللي على دراية كاملة بتفاصيل كل لعب حالته الفنية حالته البدنية يقدر يديك امتى يقدر يديك كم دقيقة يقدر يلعب مطش ايه وما يلعبش مطش ايه فبالتالي هو صاحب القرار لانه الوحيد اللي بتحمل مسؤولية قراراته لكن انا ما بتناقش انا بتناقش اللعيبة لا تحصل على الفرصة يعني هل ده بالنسبة لك غريب زي الناس او زي اغلب جمهنا دي الاهلي ومين اللعيب اللي مع التدوير والمطشاط المتوالية دي نفسك تشوفه بياخد يعني مع مرس الكل فرصة في المشارك لا هو انا شايف كابتن احمد يعني هو راجل زي ما انت بتقول والجهاز الفني اكتر الناس على الدراية باللعيبة كلها على مدار اسبوع فانت شايف اللعيب وحالته وشايف في حتة التدوير كمان لما بيجي يدي لعيبة هو شايف اللعيبة دي تبقالها فترة بتتمرن كويس وماركزها في التمرين خالد عبد الفتاح مثلا ايو مرة جي دخل على طول ليه عشان هو شايف بيتمرن بنفس هو الراجل من اول ما جاه هو قال لك أنا اللي ما بيتمرنش ومبيدينيش مية في المية في التمرين مش هيلاقي نفسه في المباراة فهو سلسط مع الراجل حطه فهو شايف مثلا زي خاد عبد فتاح راجل باله فرصة بيتمرن وكانش فيه فرصة فيه محمد هاني وفيه عمر كمال وسعد كان بيبقى أكرم فهو شايف ففي حتة التدوير دلوقتي مع عصابة عمر كمال ومحمد هاني حب اللي هو يريحه شوية أمد لخالد فهتلاقي واقف عدده وهتلاقي كواس جدا فحتة التدوير ديت عند الراجل هو بيختار اللعيبة اللي هي بيكلمك على أسماء مثلا يعني عدم حصولها على فرصة يعني هقول لك حاجة رضا سليم مثلا مثلا رضا بدايته مع الأهلي كانت قواة جدا جدا وبشوف أنه هو أثبت نفسه كخامة يعني أنا بالنسبة لي كإنكانيات العيب رضا سليم أقنع الجماهير أقلع أقنع الغالبية العوز مش هقول لشو مقدرش أقول كل الجماهير لكن قدم أوراق اعتماده عند الجماهير لكن لما يتصاب وما يرجعش بنفس الفورمة ويحتاج يحط رجله في الملعب فبالنسبة للجمهور بيبقى علامة استفهام محمد دوي كريستو لعيب برضو جاي من تونس يعني يعني إمكانياته ما ينفعش نتكلم فيها يعني لعيب أرقامه مع النجم السحالي مشاركته مع منتخب تونس الأوليمبي بتقول أنك عندك قماشة كويسة جدا لو اشتغلت عليها وطورتها النهاردة بنشوف فلمينيا مال في منتخب أسبانيا ومع باشرونة مكسر الدنيا نجم منتخب أسبانيا فما خدش ولا فرصة كريمي دبيس رغم رغم إصابة مثلا علي معلول أنا بقولك دي حاجات الناس بتقولها يعني للناس دي مع التدوير ده كله وضغط المطشاط ممكن تكون ما بتاخدش فرصة مع معصر أنا شايف بالنسبة الرئيس سليم الإصابة لسه مؤثر عليه يعني مع أن هي الإصابة بتاع إمام عشور إمام عشور رجع كان أول مطشين فيه تخوف حتى ما بيجي يقع بيخاف يقع مع أن هو مفوض يسيب نفسه يقع عادي عشان لو يركز لو ما يعش على كتفه هيتعور هيتعور حتى رجع ده سليم في أول مشاركة فيه كرة كده أنا فاكرة كان بيلعب ناحية الشمال مش عارف مبارات إيه وعده وعمل بالعرض وبعدين كمل فيه واع فأعمل إيده كده وأصلاً ما وعش على كتفه يعني هو أصلاً الوعى ما عيدش على كتف لا شعور فهو رد فعله وهو حاسس لسه لو هو ممكن في أي وعى يقع على الأرض هيتعور تاني فده في حد ذاته هو دي ممكن شخصيته صبت الكتف دي يا كابتن رامي ما تأثرش على يا أه بتحتاج فترة في العلاج وبتحتاج لكن أقصد أقول ما تأثرش عليك في الكرة يعني لما ترجع كرة هو ردى غير لما تبقى عندك شخصيته هي أو حاجة فاروق بأرو باين اللي شخصيته لأ من النوع اللي هو ألوء شوية ألوء شوية يعني أنا الصلاة الأصابة دي تتعورتها برضو هي هي بالظبط هي أصابة صعبة جداً وأنا رأس حرب بس عارف كان الكلام بقيت قال لي كده انزل وأنا رأس حرب و تككات على طول لكن أنت بتلعب جناح يعني أنت جايب وشك على طول فأنا كان كل خوف اللي أنا أعطاني وأعدت برضو أسبوع عشر تام بس خلاص هي بترجع لشخصيته اللي عبس هو لا يعني زي ما تقول السكة هربانة منه شوية مع الإصابة الخوف دي عاملله ألأ هو الراجل ممكن استبعاده المباراة اللي فاتت مع أنه هو بيعمل تدوير الراجل عارف يتعامل مع شخصيته كل واحد إزاي يعني هو أكيد وهيرجع برضو هو ابتدى مع كولر جناح شميل لما رجعوا كولر رجعوا ناحية اللي مين وهو شوية بصراحة حاجة من لخبطة يعني أنا ما جي تم الإعلان عن صفقة ريدا سليم توقعت أنه جاي جناح يمين لأنه هو أرقامه كلها وشغله كله مع جيش الملكي كان جناح يمين لكن جي وظفوا كولر على أنه جناح شميل وقدم وقدم ممدود كويس على عدلته أنا بتهالي أنه دي عدلته أحسن من اللي مين دلوقتي بترجع يرجع بمكان برسلتها وحسن الشحات ناحية اللي مين ما هو بقول لك هو برضو الحاجات دي بترجع بتميز أي لعيب عن التاني يعني اللي أنا بالعب 7-11 في النحتين وبقدم نفس الأداء كويس وبيبقى لها فعالية في المكانين فدي حاجة كويسة فأنا اللي أنا عاوز أقول لك لا هو الفترة الجاية هيحصل بيعمل تدوير بس مش هعمل تدويره على طول في المتشاط اللي هتبقى فيها حاسم منشاط التقيلة لا هيلع هيثبت التشكيل شوية وهيلعب بالسواب يلايح الناس اللي هو بقاله فترة بيعتمد عليهم وبيلعب مع ايو بس أنا برضو ببص دي ناحية بزنس شوية ببرضو أسمع رأيك فيها أنا عندي لعيبة محترفة سواء فوق السن أو تحت السن يعني عندي يوسام أبو علي مش هحسبه محترف سواء أبو علي بما أنه مع الجنسية الفلسطينية فيعتبر محلي معلول تقريبا سيزن انتهى خلاص بالنسبة له فمفضلش عندي غير ديانج بيرسي تاو محمد داوي كريستو ريدا سليم أنا بتهالي أنه العيبة دي لأكتر من سبب واحد يا إما أخد فرصة عشان أدي الجهاز الفني والإدارة أن هما ياخدوا قرار فبالتالي محتاج أديهم فرصتهم في الملعب عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة لي أنا كنادي أهلي نمرة اتنين لو كان القرار ده بالاستمرار فتمامي يبقى فيه ورقة هنا تسكنت أو كان القرار ده بيع أو إعارة فيبقى فيه فرصة من العيبة دي تبقى رجلها في الملعب وتتشاف وكتر عشان أعرف أخذ مقابل المادة كوي بالظبط كده دي مش بتبقى نقطة في يعني لازم الجهاز الفني يبقى حضرتها في اعتباره الوقت كابتن أحمد اللي من نادي الأهلي فيه ده في حيات كتير مش هيدر يعملها واللي حراك بتقول عادي ده طبيعي أنا لو أنا واخد قرار في رامي اللي هو هيمشي كأجنابي يعني لازم أسوقه هو أريد لي لعب كويس مدام جي النادي الأهلي يبقى لعب كويس بس أي نادي تاني عاوز ياخده أو يطلعه عارة هنا في مصر أو يجي له عرض خارجي لازم يلعب يشوفه آخر فترة في اللعب عامل إزاي ما راجل بقى له مثلا سيزون معك ما بلعبش طب أنا هاخده أخده بقى على الماضي بتاعه على السيفيل اللي هو جال بيه وعلى الفيديوهات اللي جات لعلي لكن هو لعب كويس بلا مجي النادي الأهلي بلعب كويس لكن الظروف اللي النادي الأهلي فيها وضغط المباريات وعاوز أحسم الدوري مش هيقدر يجازف الراجل بالحرك بتقول عليه ده خالص يعني أي لعيب عاوز يعرضه للناس يعني ومشت محمد داوي كريستو ما تاخدش ربع ساعة في آخر ماتشا يعني في ماتشط زي دلوقتي أنا أنا بقول لك هيا بتبقى الراجل في قناعات عنده يعني كريم الدبيس مسلا كريم فؤاد بيقدي كويس بس أنا أنا حتى في النهائي وكريم الدبيس واحد من برضو من العلامات اي وانا مثلا كنت بقول لك كريم فؤاد لما الناس كانت بتكلمين تهيرايك في كريم الدبيس أساسي يأ باكليفت محترم باكليفت كويس أنا أنا شايفه هيبقى مستقبل النادي لو خد فرصة يعني محمد شكري كنا نجيبه من السراميكا اي وزي الإصابة أنا شايف كريم نفسه أعلى كريم كمان كان بيلعب جناح يمي يعني أنا كريم وأنا متابعه في ديجلة بيلعب جناح ما بيلعبش باكليفت كمان ومن المطشاط اللي هو أخدها كابتن أحمد مع النادي الأهلي أنا شايف اللي هو أدى أداء كويس صحيح يعني أداء كويس وكان رتمه كويس في اللي مبشر جدا وعنده كروس كويس جدا وانت عاوز زي من الباكليفت أو الباكريت بيعمل كروس كويس انت على طول بتهاجم يعني أي باكريت وأي باك شمال ما عليش يعني في النادي الأهلي طبعا وأي نادي جمهور جمهور يكون فيه جمهور المفروض الباكريت والباكريفت دول يكونوا أميز يعني بياخدوا حرية وضغط الجمهور والحاديات بتخليك بتلعب من غير ضغط وحدش بيهاجمك أصلا فأنا شايف كريم الدبس هو الرجل أنا زي ما بقولك هو تفكيره دلوقتي أنا عاوز أحسم الدوري فأنا هحسم الدوري بمين بالناس اللي موجودة ورجلها في الملعب حتى لو أنا هحرق فيهم كبدني أو هجع عليهم كتعب بس أما حاجة أوصل للهدف اللي أنا عاوزه أنا بقولك هو الرجل أكيد بيفكر في كده فلا اللي مخلي مثلا كريم الدبس مفيش فرصة الأجانب ديانج هو أنا سامع اللي ممكن يطلع فهو الثلاثة اللي على الدايرة أو الأربعة الدايرة إن كان مروان خط نص عندك يعني أقوى خط في الفرقة كلها إمام وأكرم ومروان وعندك السلية وعندك ديانج وعندك كوكا وعندك أفشا أفشا بيلعبه تمانية بيلعبوش عشرة فالمجموعة اللي على الدايرة لا هو ممكن ديانج فعلا بيفكر الحتة اللي الحراك بتول عليها اللي هو منه هو شايفه جاز واتمارا بقاله فترة ووقف على رجله وفي نفس الوقت لو أنا فكرت اللي أنا طلعه يبقى الناس ديانج في جميع الأحوال طبعا ما عرفش القرار النهاية هيكون في إيه بس ديانج في جميع الأحوال كسبانة ما فيهاش خصوة لا 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 يعني أصد أقول ديانج كمل معاك انت كسبان النادي الأهلي بيعه أعتقد برضو من ورامك سمد ينكترم جدا ففي جميع الأحوال هو اسم كسبان وده اللي انت بتستنمي المحترف أنا سؤالي على المحترفين اللي هي كابتر رومي لأنه نظرة جمهور النادي الأهلي للسكواد السنة الجاية وللمحترفين اللي أتمنى الحقيقة يعني مش عارف أكيد مينمم مينمم يعني ضيع في اللي انتو كنت بتلعبه ساعات لما تلعبه كله آه طبعا يعني صح؟ آه طبعا يعني اللعيب في السيزن الواحد النهاردة بيخش له في 70-80 مبارات صح في فريق زي النادي الأهلي وكلها ماتشاط خمسين في المئة منها ماتشاط تقيلة يعني في ماتشاط منها زي ما بنقول كده في الدولي بتبقى اللعيبة بتلعبها على الأد لكن في ماتشاط تانية كلها ضرب ضرب السنة الجاية انت رايح لموسم نايتمير يعني فجمهور النادي الأهلي بصص للسكواد وبصص تحديدا لفكرة المحترفين انه عايز خمسة ما حصلوش وخمسة يبقوا في كل مباراة موجودين لهم تأسير أساسيين فأهم أصدقى أنا شايف النادي الأهلي فعلا لما هجيب محترف لازم هجيب محترف على قد اسم النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي ما غلطش غلطة موليست تاني معلش برضو يعني اللي أنا أقعد لغاية ما كل الأسواق في أوروبا وكل الأندية في أوروبا خد بالك في حاجات كتير جدا بره القصة دي يعني انت النهاردة بتتكلم على سيزن عندك لسه ما انتهاش وانت بتقول في لعبة ما ينفعش تفرط فيها خد بالك أنا يعني طبعا احنا بقى بنقولش لما الأمور بتتن ايه ما ينفعش أقول يعني احنا بيبقى احنا بنبقى ملمين على فكرة وانا بأكد بس على جامل النادي بمفاوضات النادي الأهلي بشكل كبير كده عندها تفاصيلها لكن ما لم يتم الإعلان رسمي صح يعني فقرة زين الدين بالعيد مثلا كانت مستمرة بقى لها والأهلي قطع فيها شط مخترم والعيد كان عنده رغبة وفيه أندية مصرية دخلت في الصفقة حاولت تبوازها لكن ما نقدرش نعلن في النقاو زي ما احنا دايما ما تمتش في النقاو صح ما تمتش صح وفي نفس السياق فيه كتير من لعابة النادي الأهلي ممكن يبعى عندها عروض طبعا انت كمان واحد من الخلل في المنظومة انت النهاردة قدامك لسه نص بوص الدورة يخلص 17-8 17-8 فبتتكلم في هتبيع امتى وتشتري امتى هل تقدر تستغنى مثلا عن 3-4 لعيبة النهاردة حتى لو جاهلهم عروض بالمالك كبيرة وانديتهم هتقولك عايزهم دلوقتي عشان يبدأ يحضر معايا المسلم يجد انتهت وانا ايش ضماني اشتري منك دلوقتي ويصاب مثلا ففيه حاجات برى يعني برى النادي الأهلي برى الحاجات غزب بتبقى فرضى عليك وقع لازم تتعامل معايا انا شايف لو هو مستر كوري واخد قرار واللجنة الفنية في النادي الأهلي اللي واخدين قرار في الأجانب مين اللي داخل ومين اللي طالع وكده انا شايف المفاوضات اللي كانت حصلة الفاتل الأخيرة وأكيد مفاوضات مع العيبة كتير هم مدام بيتفاوض يبقى واخد قرار بس الكرار مش هيتعلن زي محرج بتقول ألا ما الصفقة تتحسن يعني خلاص حسامت صفقة مساك لو في عرض المساك هتلعه لو انا عرضت يعني حسامت حد في طرف المين أو طرف الشمال أو الرأس الحرب يعني من الأخبار اللي أنا بقراها للراجل عاوز رأس حرب أجنبي برضو مع وسام لو حسام الحاجة رأس حرب هيتلاقيه بيطلع لعيب أجنبي دلوقت عادي ليه عشان انت الدوريات بره كلها حتى حوالينا في المنطقة هتبدأ في شهر 8 احنا هننهي في 17-8 والناس هتبدأ في شهر 8 فأي حد عاوز لعيب هم يحتاجوا كل فتر دي عشان على الأقل يبدأ معا فترة لعداد ويدخل جوه التيم فالحاجات دي كلها هتلاقيها طبعا الإدارة ولجنة التعقرات واللجنة الفنية خلاص هم أكيد حساموا كل حاجة مع مستر كور لكن الإعلان والناس تعرف الكواليس اللي هو لا محدش هينفع حاجة تعريف دوقتي كمان حفاظا على الفرقة وحفاظا على المجارات المتبكية في الدوري هنفعش طبعا نعمل خلل ولعيب يقول لك خلاص ده ميشي ده قاعد هتلاقي قط اللبس كلها بقى فيها هزة بسيطة كده فاللي بيحصل ده ده طبيعي شايف المنافسة ازاي في الدوري السندي وهل وجود بيرامدس المنافسة لغاية دلوقتي يعني خلينا نقول انه فرساي الرهان الاهلي وبييرامدس وبييرامدس اعتقد انه اي حد تاني بعيد عنه لا 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 نتكلم كرة هم اهلي وبييرامدس اه لما ابص لده ابص للماضي القريب مش البعيد الاقي انه بيرامدس كان موجود معايا في كاس السوبر بيرامدس كان موجود تقريبا يعني هو اللي بقى حاضر في المشهد او هو اللي بقى قريب من نادي الاهلي في السنوات الاخير هل ده تغيير ولا هل بتشوف انه مرحلة والزمالك يرجع المنافسة التقليدي مرة تانية هو طبيعي يعني احنا من اول موعين على الكرة هو المنافسة بين اهلي وزمالك بيرامدس بقى لهم اربع سنين او خمس سنين كاسكوات اللعبة اللي معاهم طبيعي كانوا يوصلوا للمرحلة اللي هم فيها دلوقتي من السنتين فاتوا ابص انت بتتكلم على انه الاهلي وبييرامدس النسخة الاخيرة من دوري الابطال اللي اهلي فاس باللقب بتاعها وهم خرجوا من دوري ايو النسخة اللي جاية دوري ابطال الاهلي وبييرامدس دوري ابطال وان شاء الله بإذن الله بقى التلاتاشر يعمل الابطال في النهاية اقصد اقول انه انه مش عايز اقولها بالمصطلح بتاع قطبي الكرة المصرية ده لكن يعني الاقرب دلوقتي للمنافسة في الكرة المصرية على البطولة افريكيا والدوري بيتبقى بيرامدس ايو في فترة فترات كتير كان الاهلي وزمالك على طول يعني الناس كلها هو اهلي وزمالك المنافسة لكن انا بقول له حرارك هو انا شايف بيرامدس بيحصد السنتين اللي هو او التلاتة اللي فاته في حتة اللي هو بيوصل ابطال افريكيا ما بيوفقش فيها وبيطلع وقبل كده كان وص النهاية يكون فدرالية وتظلم يعني خلاص هو ممكن اللعيبة مع بعض فت اللبس مركزين السنة دي في الدور بس انا عندي كلامي الدورة يتحسم في مواجهتين بيرامدس والاهلي والاهلي وبرامدس هو الدورة يتحسم في المبارياتين دول انا من متابعيتي للدورة كله والفرق وكل حاجة الدورة يتحسم بالنتيجة المبارياتين دول هيبان من بطل الدورة مش قبل كده لا مش قبل كده بيرامدس كويس السنة دي ايه الفرق بين نسخة بيرامدس السنة دي والنسخة كورة كورة يعني انا بشوف انه انه في كتير من العيبة مش موجود سابت الفريق بشوف انه عدد كبير جدا من الاجهزة الفنية تولت المسئولية وتغيرت ايه المختلف؟ الراجل اللي موجود دلوقتي بيلعب كرة وقائية بيلعب على الواقع بيلعب اللي هو على اكسب كان قابلي كده اهم حاجة باني باتشيكه قابلي كان بيلعب نفس الكرة كرة وقائية اللي قابله كان بيلعب بعوز الشو والفنيات والاداء ميبوسش للنتيجة لا انت هتحصد بطولة ازاي ولا هتطلع على المنصات تتوجي ازاي بالبطولة بالنتيج باللبناط هتوصل العدد لبناط كويسة عشان تاخدت البطولة فهو دلوقتي انا شايف الراجل ده واقعي بيلعب كرة سهلة وكرة برسلتا ما بيقلفش في الملعب بيلعب كل واحد مكانه عندهم دلوقتي ابراهيم عادل موهبة من واهب الكرة المصرية ومن اول مكان في يعني انا انا حد كان كلمنا عليه وقائي في المريخ قبل ما يروح للأسيوتي بيان عليه اللي هو لعيب كويس الفترة دي كمان بالمشكلة اللي عند رمضان خدمة ساحة اكبر يعني خدمة ساحة اكبر في اللعبة وشخصيته بانت فلا انا شايف برامدز بيلعبه كرة واقعية وبيلعبه احنا هدفنا التلاتة بونت ناخد التلاتة بونت وخراس ده اهم حاجة في المباراة يعني فانا بقولك ان شاء الله الدورة هيتحسن ان شاء الله يكون للأهل يعني في المطشين لكن قبل كده لا هتلاقي برامدز بيكسب والأهل طبيعي بيكسب عشان هو هدفه لازم ياخد البطول شايف التحكيم ازاي في الموسم ده كابتن رامدز وشايف تجربة الاجانب في التحكيم ايه يعني فكرة ان احنا جبنا رئيس لجنة حكام اين كان بقى كلتنبرج فكرة الاستعانة بالخبرات الاجنبية حلت لنا مشكلة ملف التحكيم ولا زودت وهل هم الناس دي كانت سبب فعلا في انه ما يحصلش جديد ولا فيه طيار مقاومة فيه ناس مش حبة الفكرة مش حبة انا شايف اللي كان قابل ده قابل الرأي موجود دلوقتي قابل بريرا تراتنبرج ده انا شايفه كان ليه بصمة في التحكيم وفي تغيير شخصية الحاكم المصري انا بقعد برضو انا لعيب كورا انت بتابع التحكيم طبعا السنة دي السنة دي والسنة اللي قبلها لا السنة دي حاجة حاجة مش في الدنيا مش في الدنيا خالص انا مش في مصر مش في الدنيا انا هقولك موقفين فانا بقولك التحكيم انا بقعد انا كلعيب كورا او كمدرب بقعد بتفرج على مباراة في اوروبا لو انا لعيب بشوف اللعيب اللي بيلعب مكاني بيعمل ايه لو انا مدرب بشوف الراجل اللي بيفكر ازاي في اللعب طب انا كحكم ما بشوفش الحكم بيعامالي في المباراة وقال لنا خلاص بناية مواصحة انت عندك مباراة بكرة في سكندريا عندك مباراة بكرة في أسوانا بتجهز ازاي ولا بتبقى وشخصية الحكم يعني الراجل اللي كان قبل اللي موجود دلوقتي أنا شايفة كابتن أحمد كان رتم اللعب بقى أسرع السيزون اللي فات مش أي التحام الحكم بيصفر عليه حتى إحنا كأجهزة فنية كنا بنقوم وبنزع لكن ده طبيعي أنت تتفرج عليه رو دلوقتي ما بيبقاش التحام بيبقى فيه حدثة بتحصل وتلاقي الحكم اللعب ماشي موجود شئ حاجة ليه؟ هو كل تفكيره الناس يعني اللعيب والحكم والأجهزة الفنية المنظومة الكورة اللي تبقى موجودة في الملعب كل تفكيره في الراجل اللي قاعد يتفرج علي الراجل اللي جاي استمتع بالتسعين دقيقة ويمشي الراجل اللي هو ماعتبر هما اللعيب والجهاز الفني ماعتبر للمباراة ديات فيلم بيتعرض الناس برا في الجمهور يتفرج عليها ويشبع ورغبته ويبقى مبسوط ويمشي لكن احنا هنا مثلا ممكن اللعيب يتخبط خبطة هي مش فاول أصلا وتلاقي صوته في الآن دي اللي هو بيقولها في الملعب أكن مثلا خلاص لا خلاص عمل قلبي مفتوح مع المايك اللي هو ديات وتلاقيه بعدها بديئة مثلا بيقوم يجري ولو يعني أنا ماتش البنك والمقولين أنا بقول لك هو ماتش دي واقعة حصلة مش واقعة كان فيه كامل التحام كده بعد اللي حصل والكلام على الحكام كتير الفترة بقى اللي التحامات للموضوع قل شوية وكان فيه التحام على الثمنتاشر لعيب من لعيبة البنك والصوت بتاعه هو على الثمنتاشر أنا سمعته في التلفزيون والحكام ماشى اللعب بعد عشر ثواني قام رجع على نصف ملعبه يعني عارف انت ده وقت الحكام لازم يبقى عنده ايه مش كل آه على حسب بقى نبرة الآه طلعت بالراحة ماشي اللعب طلعت جامد وقف اللعب لازم الحاجات دية يتطور وياخده محضرات ويبقى فيه وراش عمل كتير بس انا هقولك حاجة دي اخطاء وردة واخطاء ممكن تبقى مش مؤسرة واخطاء ممكن تتحسب على فكرة التقدير بتاع الحكام نفسه حكام يحسبها ما حكام يحسباش لكن انا بكلمك على اخطاء واضحة وضوح الشمس وقد تكون بنسبة كبيرة جدا مؤسرة في نتاجه المسابقة انا معاك يعني انت منتكلم على مطش الداخلية والاتحاد مبارح الجون اللي اتلغى المبلولو اه افصايد انا معرفش طب يعني الفار انا بديك بقى اقرب حد اللي هو كان مبارح الكرة دي مش افصايد يعني الناس كلها منزلها على كل المواقع ايه فيه بالزبط خطوة ونص المساك مغطي مبلولو يعني المساك هنا ومبلولو هنا والرايا واقف مع اخر مساك انا مش عارب وينان عليه هو رفع الرايا طيب رفع الرايا مفيش مشكلة وجات جون مفيش مشكلة الفار بقى هو الفار هو ده اصلا ده شغل الفار طب انت عملت الخطوط عمل الخطوط وتحسبت افصايد برده فدي برده يعني ايه وجهة ايه اللي هما يطلع يقولوه مش عارف طيب ده موقف مباراة سيراميكا سيراميكا ومين حاوز افتكر سيراميكا ومين كان واحد المجراء خلصت واحد صف مش ماتش الزمالك اللي فات والقبله كان المصري مش متذكر بس سيراميكا 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 كان نتيجة واحد صف للمنافس وفي الديئة حاجة واربعين الشوت التاني اتشاطت سيراميكا التعدل بتاعهم وانا قاعد بتفرجع التليفزيون قلته افصايد ليه فيه لعيب واقف قدام الحارس المرمى حاجة بالرؤية افصايد الحاكم صفر جون الفار فوق خد كرار اللي هي افصايد وندى للحاكم وكابتن احمد يبص على اللعبة ومع ان ديف قوانين الفار مفيش الكلام ده لو الحاكم حسب جون والفار بيراجعوا ولقى فيه حاجة بينادي للحاكم لو فيه ضرب الجزاء الحاكم مصفرش عليها تلاقي الفار بينادي تعالى فيه ضرب الجزاء لو فيه افصايد الفار اللي بيديك دايريك في السماعة ما بيخلكش تجي تبص على حينفحش تجي تبص على الحالة في الافصايد بالذات او ضربة الجزاء الوقت بترجع جون جي وعاوز تلغيب بترجع طرد ترجع لكن الافصايد بالذات دي بتاعت الفار يقولك افصايد او يقولك ملي رجع بص على اللعبة هو بقى انا حاسبتها زي احنا فوق حاسبنا افصايد بس مش عاوزين احنا اللي بقى شايلين الليلة بس عاوزين بتاع الصفارة يشيل الليلة معانا فخدوهم والله فانا بقولك حاجات طرايف وغرايب براحت بيشوفها في التحكيم وبالذات في الفاتة الاخيرة دي هل هو في اتجاه اللي هم مش حابين الراجل اللي موجود في ناس في الحكام نفسها فمش عاوز اقول كده عشان انا شايف التحكيم عندنا في مصر بيطلع في البطولات برا يا كابتن احمد بيقدوا اداء كويس ما بيحصلش مشاكل ليه احنا هنا اللي بنعمل المشاكل لنفسنا ده برضو يعني سؤال وعلامة التسام كبيرة الواحري عاوز يعرف هل بتشوف انه يعني عشان نشوف نحاول نقرأ القصة من 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 اكتر موجودة نظر هل بتشوف ان الحاكم المصري بيتعرض لارهاب يعني فكرة الضغوط اللي من الادارات الاندية من الجمهور من السوشال ميديا من وسائل الاعلام والبرامج من المحللين والخبراء التحكيم ان كل استوديو بعد كل مباراة جايب خبير تحكيمي وطلع بيركز على اخطاء الحكام هل ده عمل الحاكم المصري نوع من الضغوط نوع من اهزف الشخصية شواء اه اثر عليهم لانه احنا مثلا بعد بطولة امم افريقيا الاخيرة دي الحقيقة حكام مصريين كانوا وكويسين جدا طبعا الناس كلها اشهدت دي وده كان علامة استفاهم يعني طب من انتوا كويسين اهو وفي مطشات دولية وبطولة كبيرة ايه كان من العاك اللي بيحصل عندنا في الكراف مصري هو فعلا يعني في نقطة انا ممكن اخدها من كلام حريضك اللي هي حتة السوشال ميديا والاعلام بيبقى خلاص اه انا 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 عاوز حتة الحكام ديت اللي غلط هيتحاسب ايه والغلط الناس كلها متفقوا عليه مش عاوزين الاسماعيلي النهاردة تظلم فيطلع يتكلمه المصري بظلم او الاتحاد او الفرقة دي لا احنا عاوزين الغلط خلاص يبقى الناس كلها متفقوا عليه ما يطلعش واحد في التحليل مثلا يقولك لا ده دي غلط كحد من الحكام في الفقرة التحكمية يقولك لا انت اتكلم بلاش الالوان يعني انت كمحلل تحكيم اطلع ما تخليش يعني ما تخلوش فيه تضرب في القراء ماشي وتضرب في القراء في لعبة راجل في الملعب ممكن بدوقتي ما بعيش بقى هنقول ما لحق كامل اللي كانوا بيحكموا قبل الفر دول كامل ايه ما احنا بقى لسه اقوله حدقا ايه انت لسه اقوله حدقا انت الفر خلاك انت جاي من البيت مرتاح نفسيا ايه ايه وخلاص بقى انت ايه هيبقى بس حالات زي ما انت حدق بتقول كده بتبقى حالات في نص الملعب فاول مش فاول شدة مش شدة لكن انت بقى جون او الحاجات اللي هي الحسم اللي بتقلب بالسوشال ميديا معاك فار بتحللك كل المشاكل دي كله لو رجعت للدوري عموما هل فيه لعيبة افرزتها او افرزها نسخة حالية من الدوري المصري لفتوا الانتباه يستحقوا يكونوا تحت المنظار يستحقوا يدخلوا في خانة نجوم البطولة السندي لعيبة جديدة كابتن رامل يروحوا فين يروحوا منتخب مصر يتنقلوا نقل النادي كبير والله انا ولا بندور في نفس الدايرة ونفس الاسم لا انا شايف المستوىهم ثابت شوية انا شايف بيكهام في السيراميكا اه لعيب كويس ولعيب جوكر وبيلعب بكريت وبيلعب مساك وعلى طول الفترة الاخيرة مع منتخب مصر كحراس المرمى عمر بسام برضو شايفه مستوى ثابت السناء مثلا المباراة بتاعي مبارح بس لكن عشان المستوىات كلها كابتن احمد متقاربة من بعد فمش شايف حد مميز قوي بس راس حربة تب اختلي راس حربة قبل ما اختف اين راس حربة ظهر السناء دي في مصر لا انا مش شايف حد مش شايف حد فيش حد مصر ينفع ينضم النادي الاهل نوارت الدنيا كابترامي شكراك على وجودك كل التوفيل رجالة الاهلي بكرة ان شاء الله في موجد طلاع الجيش نستمتع كده ويرجع لنا الاهلي بكامل قوته الاهم زي ما قال كابترامي منتفق معه جدا تلات نقاط هم الهدف الاساسي لكن ما فيش منع انه تبقى وجبة كروية بنستنها دلوقتي كل اسبوع مرتين كل التوفيل الاهلي بكرة وكل الشكر لكم على متابعة حلقة النهاردة من السادسة كل التحية